لم نحيط منظيم، لم نحيط لوجستيك، لم نحيط عصابات أطفال تسهول لكن هناك أطفال تكرارون في هذا المقبل هناك أطفال التي تكرارون من الأطفال لأنهم يترمون منها لما يترمون منها مقبلة الغفران هي نقوص خطار لاختطاف أطفال مقبلة الغفران تحجاجوا إلى تنظيم حقيقي جداً لأننا باسم الطفولة كنت تكلموا على ظاهرة ساطيرة هي تسهول لأننا دراسة عديدة القيناة لأن الأطفال تكرارون في العواشر 200 متر منها وآن ذاك اليوم يتكرارون في 200 متر منها لأن هناك ظاهرة ساطيرة هي تسهول أطفال ذاك المقبلة الغفران بالإضافة، لدينا عجزة أطفال يمشيون بسافات متعددة تحبس زيارة سفعة تبدال واحدة تقوموا بلاد يشاريوا بحل الجلدين في مرات الكبرى الذي يبدو الناس ويحملهم ويبدو إلى زيارة ثالثاً، المقابر موجوها طالع عليها الربيع والناس يمشيون ويقوموا بإخبارهم أي أن هذه الشركات التي كانت عندما تسمع بمنحنا نغير التراحة السيدة الرئيسة إلا كان لقاء مع هؤلاء المكسبة بعد مجموعة من التراحات من أجل التنظيم دائماً نجد هذا الموضوع لها والمشاكل التي يعني منها السكينة وهنا الحمد لله اليوم، حساجة سيد الوالي وجاءت مفتشية من الداخلية أو لا على حساب ما توصلنا به عاداً، نحن درنا دورة ستناعية وكان من المفروض منذ بداية المجلس أنه يدار هذه النجنة المؤقتة التي ستضبر المرحلة للرؤية المقبرة لغاية لا تأتي المكتب للقانون ولكن ما كان لغاية، اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة كانت تبنى أنها بعد هذه الدورة سرعة المقرارات التي تبننا وتشكل المكتب ذكرت أن السيدة الرئيسة كائزة ستنظيمة هي التي ستتخذها السرور و هي التي ستضربها و هي التي ستحفر المقابر و هي التي ستتحفر الدفن و هي التي ستتففر الدفن على كل حال، كانت تبنى أن لجناس سيدة الرئيسة ستتجهدها ستكون عدد توقيت يعني تمديد وقت الدفن القانوني لأنه حالياً فعلاً سمعنا بأنه تزاد واحد شئيد توقيت ولكن غير رسمي وغير شبه أرغينا التحدد واحد يعني تزاد تبدد وقت الدفن لأن هناك المعاناة للمواطنين التي لم يكن دوع لها يبقى حتى تتخلب وغرب واحد الساعة المكانة، هذا هو وزع مقل المعقول سيد الرئيسة، أنتم تعرفون من المعاناة لأننا نقشنا معكم الموضوع المتبار إذن اليوم عندما نرجع الماضيرة، رأس لناك الموضوع، هذا لأننا نتفلجنا بأننا وضعنا وضعنا أنا دائماً أوضحت ذلك النظر، سأوضح بأنني قمت بمجهودات جبارة بمراسلاتك كذلك، عندك مراسلات، وضعنا جهودات على أسفل لتخرج هذه الخدمة هذه الموجودة ولكن اليوم عادت شغلها، سيد الرئيسة، كذلك، هناك المعاناة التي يذكرونها والناس الذين يذكرون أخوة، يعلمون أن الواطنين داخل المقبارة لا نستطيع أن نقوم بتشكيل المكتب عادي بأننا سنننظر لأننا نظر في ذهير المساهمة أكثر، وهي التي تدفن أكثر في الرضا، وهي التي تدفن أكثر في الرضا، وهي التي تدفن هذه السكينة، حتى من أن تكون هناك زيارات أو هذا، سيارة ما هي تخرج المقبار فأنتمنى أن نفكروا مع هذه المجموعة التي معنا أن يدروا شيئانية داخل المقبارة شيئانية داخل المقبارة، آليات داخل المقبارة، آليات داخل المقبارة، لأن تنقل هذه الناس الكبار، الناس الذين لا يقومون بشكل الشر أن يناطر مسؤولية تدبير المقبرة أو تدبير مرفق الدفن من طرف شريفة التنمية المحلية، هذا مجانب للصلاة، لأن نفسنا المواد أو إحكام القانون المادة الأوثلات وأعلى تشير إلى أن المجلس الجماعي وطبقاً لمندولته ووفقاً لمقرره، وبعد ذلك مقرر السيد الرئيس إذاً يمكن أن يناطر بشركة التنمية المحلية مسألة تدبير مرفق المقبرة أو مرفق الدفن إذاً نحن نحن نجانب القانون مرة أخرى من اللي عمان هذه الشركة التنمية المحلية تدبير هذه المقبرة ديالغفران بدون العوضة إلى المجلس الجماعي مسألة أخرى، طرحت بين أيدينا وهذا هو النقطة الفريدة للدورة إتقاقية ديال مجموعة الجماعات الترابية والتعاق الاجتماعي المتعلقة بتدبير مقبرة الغفران كذلك للأسف، ونحن على منتصف الولاية، لازمنا نتخبط في أخطاء فادحة في سياعة هذه الاتفاقيات ونحن نريد من الدباجة والمقتضايات أو المواد ديالها، ونشكر السيد الرئيس اللجنة أشار إلى بعض المراحضة التي أبديناها حينها في اللجنة أنا أستطيع أن أجمع ويجمع الإخوان الأعضاء على أن الإشكال مرفق الدفل في مقبرة الغفران هو تأهيل المقبرة في حديداتها أشار السيد الرئيس اللجنة السيدريجا إلى غياب الأبواق عدم ترسيح الطرقات، كذلك مسألة الإسفل لا تكن في الطرقات أو ما إلى ذلك وفي إدخاء ضم الاتفاق يلا نجد مقتضى يشير إلى التأهيل يشير إلى التدبير، تسهير كذلك أو ما إلى ذلك إذا مسألة التأهيل هي خاصة من هنا أنها أهم نقطة ينشار إليها المال التقاطية ويشير كذلك إلى الموالد البشرية العاملة في هذه المقبرة وقد أشار بعض الإخوان إلى مسألة بعد التجاوزات التي تتقع أنا الآن أتساءل كيف أن هناك حراس وهناك عاملين وما إلى ذلك وليس لديه الحق في المداخل المتأتية من حفر الضبور ولماذا؟ لأن تتم مضايقة الصباح ودوي الموتى فقط من ذوي الموتى يتعرضون إلى المضايقات وإلا كذا وإلا كذا كان حريب هذه التفاقية تشير إلى مسألة تأهيل هذه الموالد البشرية كذلك مقطة وفيها حق سافر للقانون مالي متعفق بالجماعات وأشير إلى الموارد المالية في بلد من الذنوب أو مادة من الموارد وأشير إلى الموارد المالية في المسألة الجماعات المتوينة لهذه المشموعات في المداخل الحق الحفر الضبور ومشي المقابل كل مدخول له صباح قانونية لا نشير إلى هذه الصغة المبهامة والفضوطة لأن تحت رقابة الخاسم الإقليمي لا يمكن قبول أي مدخول إلا إذا أعطيت له الصفة والدسمية في الأخير نظراً للغرض الاجتماعي الذي ينظم إعداد هذه مجموعة الجماعات لأن الجماعات يتكفرون هذه المقبرة للغفران نحن في فريق العدالة والتنمية لا ينبتنا إلا أن نكون مع هذا المبهامة خصوص الناس الذين يدخل محدود والأسر التي لديهم جيوتا صغار لا يمكن أن يجعلوا الجوتات للكامل في هذه الحالة فأول قرارات المدخل ليست طوصية خاصة على الأقل الدفن يمشي حتل ثمانية دليل لكي نقدرون أن يدخلوا لهم الإمكانية لدفن الجوتات جوجة نسائل مع سيدة الرئيسة كيف تقرأت؟ كيف تقرأت؟ كيف تقرأت؟ كيف تقرأت؟ كيف تقرأت؟ لا تريد أن ترجع المجلس؟ وإن كان هناك مشكلة؟ ما تقرأت؟ كيف تقرأت؟ كيف تقرأت؟ تقرأت؟ كيف تقرأت؟